14 يوما هو ما طبق من المدة الممنوحة للنتنياهو ليشكل حكومته الخامسة وكان أن وقع اتفاقا مع صهيونية الدينية بمجيبه يصبح بنيكفير وزيرا للأمن القومي خطوة حذر من خطورتها بني جانس والذي فسرها على أن نتنياهو يبني جيشا خاصا لبنيكفير تحذيرات وزير الدفاع جانس حقيقية لأن بن غفير يبحث على إعادة كتابة النظام السياسي الإسرائيلي بالتعامل مع الفلسطينيين من جذوره وخاصة بأنه ستقع تحت مسؤوليته الشرطة أي بحاة المسجد الأقصى وهي منطقة حساسة جدا للفلسطينيين خبر تعيين مستوطن متهم بدعمه لحركات إرهابية وزيرا للأمن الداخلي في إسرائيل يكفي أن تفهم تداعياته من التطرف في تصرف الجنود الإسرائيليين في مدينة الخليل وتهديدهم للنشطاء اليسريين اليهود من جانبه انتقل وزير الأمن القومي المستقبلي من قناة لقناة ليدافع عن اعتداءات الجنود على النشطاء مدينا قرر الجيش الذي أحالهم للتحقيق في خطواته السريعة الأخرى يعمل نتنياهو على توقيع اتفاق مع رئيس حزب شاس أريا درعي الذي سيطر من أجلي إرضائه تغيير قانوني أساسي ليعيينه وزيرا رغم ماضيه الذي يتمثل بالاختلاسي من الأموال العامتي ولتي سوجي نفي إدريها سبعي سنوات רק בחודש פברואר של השנה דרי נידון לעונש של 12 חודשי מעשר על תנאי וכנס של 180 אלף שקלים לפי חוק יסוד הממשלה חלה עליו כרגע חזקת הקלון وهو לא יכול להתمنות לסר הניסיון לשנות את חוק יסוד ככה שייתים באופן פרסונלי לדרי כדי שיוכל להתمنות לסר הוא ניסיון אלוז, הוא ניסיון בעייתי ואנחנו מתכוונים לעתור נגד זה يبقى على أגנדתי نتنياهو الخلاف الكبير مع اسמוטריץ الذي يطالبו بصلحיית واسعة ويتخوف نتنياهو من الذي قد تقود إليه أجندته المتطرفة وطموحه غير المحدود حيال التوسع في المستوطنات وما أن ينتهي نتنياهو إذ ما ناجح في ذلك إلى أن يبدأ في تسوية الصراعات والثورات داخل حزب الليكود